السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم حبيب قلبي معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي النهاردة وحبيبي انا جايبالكم وصفة طلبتها مني حبيبتي اه من متابعيني اه سألتني وقالتلي انا عايز حاجة لشعري لما بعد ما باخد شوار مهما اسيبه حشان ينشف برضو بيعمل ريحة مكمكمة وبتعمل بيعمل ريحة وحشة في الشعر طيب انا جايبالك النهاردة وصفة ليكي ولكل حبيبي ومتابعيني على القناة الوصفة دي جميلة جدا هتخلي شعرك ريحته جميلة ومش هتحس باي ريحة كمكمة او كده حتى انا قلت لها طب اخسلي بنوع شامبو يكون حلو ريحته حلوة كده قلتلي والله باخسل شامبو وكده بس برضو بيبقى في ريحة كمكمة وحشة في شعري وبتضيقني جدا مهما اخسله بيبقى فيه الريحة دي النهاردة حبيب قلبي حقول لكم على طريقة جميلة جدا اه الطريقة ديت هي انك هتجيبي الفرشة بتاعتك كده وحنجيب اي قزيز بورفان عندك بتستعمليها وحنرش على الفرشة بتاعتنا رشتين كده وحنسيبها دقيقتين تلاتة على ماء الفرشة الكحل اللي فيها يطير وحيفضل بس الريحة في الفرشة مش عايز حد يقول لي الواصفة دي بتبيض الشعر لا الواصفة دي بتستخدم ومنزلان جدا مش جديدة يعني وبستخدمها كتير لشعري وبتعملش اي حاجة اه لان انت اصلا مش هترش على شعرك انت هترش على الفرشة وهتسيبه على ما يتطير وهي دوبك هتبقى موجود في الفرشة الريحة بس هتمشاتي بها شعرك وهتشوف ريحة الورفان هتبقى جميلة جدا هيسيب ريحة جميلة في شعرك ومش هتحس باي كمكمة ولا اي حاجة واصفة جميلة جدا جدا وسهلة ومش مؤذية خالص خالص للشعر عايز اقول لك بلده لما تيجي تمشاتي الشعر ما تمشاتيش الشعر من فوق لتحت يعني ما تفصشاتهش من الجزور للاطراف لا مشوط الاطراف الاول الاول سراحي الاطراف بتاعت الشعر وبعد كده هاتي شعرك من فوق لتحت يعني الاول ابدأي من تحت سراحي شعرك من تحت الاول وبعد كده ابدأي من فوق تاني من الجزور لحد الاطراف دي طريقة تسريح الشعر ودي طريقة حلوة جدا عشان شعرك يفضر ريحته حلوة وجميلة ان شاء الله والوصفة بسيطة وصحلة واتمنى ان شاء الله بازن لاتكم وصيتي ان عرض عجبتكم يا حبيبي وطبعا ازا عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا اللايك للفيديو وتنسوش تعملوا شاري الفيديو عشان الفيديو يوصل لكل حبيبي وانتابعيني وان شاء الله اي فيديوهات عايزين تشوفوها على قناتي ووصفات اكتبوها لي فيه الكومنتات وبازن اللي اعملها لكم واستنوني الوصفة الجاية مع وصفة جديدة وفيديو جديد مع جي جي كل حياتي اشتركوا في القناة